وفي هذا الحقيقة يعني الإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام التي يعني أكرمت هذا المعاقبة اللي جعلته وكما أشرت شيخ محمد حتى في الأجر يكون سوياً مع السليم إذا صلحت نيته في ذلك هناك سؤال مهم وأيضاً محور مهم يتعلق بهذا الموضوع وهو واجب السليم المعافى تجاه من أصيبه أو من تلاه الله عز وجل بالإعاقة يعني واجب على السليم إذا رأى المعاق أن يحمد الله على النعمة ثانياً أن يعلم أن هذا ابتلاء ثالثاً أن يدعو للمبتلى بالعافية رابعاً أن يعطف عليه خامساً أن يحسن إليه ويعينه ويصنع له ولما قال عليه الصلاة والسلام تعين صانعاً أو تصنع لأخرق واحد لا يحسن الصنع من هذا من أبواب الصدق العظيمة وليحذر أشد الحذر من السخرية يا أيها الذين آملوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيراً منهم ولذلك بعض الناس الذين يسبون العميان أو يستهزئون بأهل الصمم والعرج ونقص العقل وهذه من الكبائر هذه وقد يبتليه الله بمثل هذا أو أشد وذكر المبتلى بشيء على سبيل النقص من هذا في غيابي غيبة طبعاً نعم وأما إذا كان المعاق معروفاً بهذه الإعاقة وهو لا يتأذى من ذكرها ولا يمكن تعريفه إلا بها فنبس أن يقال فلان الأعرج فلان الأعمش ونحو ذلك ولكن شيخ محمد يعني ما يتعلق بمسألة السخرية أيضاً من المهم أن نربي أبناء على احترام هؤلاء والبعد عن الاستهزاء بهم أو السخرية بهم يعني منذ صغر سنهم يعني أن يربون على احترام هؤلاء وعدم السخرية منهم وكما يعني أشرت إلى مسألة النهولة مبتلين فتحمد الله عز وجل أنعفاك من هذا الابتلاء نعم يعني فيه أذكر يعني بعضهم لما رأى أن ابنه أو بنته بدأ تستهزئ يعني كذا بالأعمى قال له تعال وعصب عيني عصابة قالوا يلا روح امشي وهذا الصلاة يعني قال له تشوف تحسيت بإحساسه شعر تشعر بشعوره ولذلك ما يجوز إظهار أي شيء يسيء إليه حتى العلماء لما تكلموا لما تكلموا في دعاء يعني الذكر من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عفاني ومبتلك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل هذا حديث الصحيح قال النووي قال العلماء ينبغي أن يقول هذا الذكر صراً بحيث يسمع نفسه ولا يسمع المبتلى لألا يتألم قلبه طبعاً إلا إذا كان ابتلاءه في المجارب معصي يغم الربيق الحمد لله الذي عفاني ما ابتلك به لأنه يعني زجراً له وهذه وجيهة لكن شيخ محمد أيضاً يعني تجد الإشارة إلى أن بعض الناس ربما أظهر الشفقة والرحمة بهذا المعاقب وهذا الكفيف مثلاً بشكل أصبح يسيء للمصاب نفسه يعني هذا صحيح وأذكر على سبيل المثال أن بعض الناس قد يكون من أهل الفجور والمعاصي لأجل أن يظهر أمام الآخرين أنه صاحب رحمة وشفقة يقوم يروح دور المعاقين ويصور معهم صور وأنه راح لأناك وأنه سوى ودفع له قرشين يعني طيب الرياء بهذا ما إيش ينفع يعني عند الله يعني واحد يخلص وليس أن يرأي معه بالتصوير مع أصحاب العاهات كده بعض الناس فعال الله عندهم كأنه يعني قضية إنسانية بحتة لا يرجو من ورائها عند الله جزاء ولا أجراً ولا ثواب واجب الأمة يا شيخ محمد يعني الأمة والجماعة بشكل عام واجب المجتمعات بشكل عام نحو هؤلاء المعاقين لعلها يكون لنا يعني وقفة حول هذا الجانب بعد فاصل قصير نستهدنك فيه مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود بعدها و لاستكمال حديثنا مع ضيفنا فابقوا معنا هذا البرنامج برعاة موسيقى تحظوني قصة تمثل جانب ناجح في التعامل مع لعاقة وهي لأمرأة كان لديها طفل وكانت تراجعني بين الفينة الأخرى للعيادة وقد أقفل الطب أمامها أي أمل في أن هذا الطفل ممكن أن يكون له دور في الحياة لقد سمعت الكثير عن التشخيص وعن الأعراض وعن مستقبليات السيئة لهذا الطفل المريض فعندما تناقشنا وتحدثنا كيف أن هذا الطفل إنسان وكيف أنه ممكن أن يزاول حياته مثل ما يزاولها أغيره بما يمتلكه من إعاقة ونحن نكون السند والمداعم له فيما يحتاجه ونصحنا الأم بأن تخرج الإبن من البيت تذهب به إلى المنتزهات يذهب إلى الكرنيش يشاركها حفلاتها يذهب معها أينما كانت فتجاوبت الأم بصعوبة في البداية ولكنها عندما بدت تمارس هذا مع ابنها وأصبحت ترى السعادة تتهلل على وجهه أضفنا إليها بعض البرامج التاهلية وبعض الوسائل المساعدة كبعض الكراسي المتحركة ووسائل الإجلاس وأصبحت الأم تحضر بعض أشرطة الأناشيت وغيرها من الأشرطة التي تساعد الطفل على التجاوب لقد تغيرت حياة الأم وكانت تدخل العيادة وهي باكية أصبحت تدخل وهي مبتسمة الأم هذه نذرت على نفسها أن تجعل من كل أسرة لديها طفل معاق تحولها من أسرة كئيبة إلى أسرة سعيدة بمجرد الإيجابية في التعامل مع العاقة فمن هذه القصة ومن غيرها وقصص كثير لا بد أن نأخذ الجانب الإيجابي في العاقة ولا بد أن نمارس مع الطفل والشخص المعاق وغيرهم جميع الجوالب التي يحتاجها فلديه احتياجات روحية ولديه احتياجات نفسية واجتماعية وغيرها وهذا ما نستطيع أن نقدمه للأشخاص المعاقين بالعلم وبالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد مرحبا بكم وجددا مشاهدين الكرام نرحب بكم و بكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد الشيخ محمد تحدثنا قبل هذا الفاصل عن المسؤولية أو ماذا يجب تجاه المعافى أو ماذا يجب من المعافى تجاه هذا المعاق من الناحية الفردية نريد هذا الواجب من الأمة جمعها من المجتمعات بشكل عام يعني لا شك أنه يجب على المسلمين يعني فرض كفاية عليهم القيام بهؤلاء إذا ما قامت الأمة بهم تأثم طبعا وكل واحد على حسب استطاعته ولا شك الأقرب فالأقرب عليهم الأوجب الأقارب والأرحام يكفل بعضهم بعضا وكما يتوارثون يتكافلون نعم ولكن حين نجد أن بعض أهالي المصابين يتخلون عنهم يكونهم مستشفيات أو لدور العجزة يتنكرون لهم يتفاقلون من القيام بحقوقهم تبرمون منهم أو يتبرؤون منهم وربما يعني كأنهم يريدون يعني أن يقدمونهم بأسماء أخرى غير أسماء من حقيقية حتى يخلص لهم مرة واحدة يعني خلاص ومن الواجبات نحو المعاق تأهيل هذا المصاب ليستفيد من بقية ما عنده من القوى ورب أعمى فقد البصر كان له من وعي القلب حدة الفهم ما يفوق به كثير من المبصرين صحيح بل قال بعضهم رأيت أعمى يقود بصيرا في أحد شوارع مدينة يعني جاي البصير يقول وين المكان فلاني قالوا الأعمى امشي وراي وكذلك تأهيل المعاق والمصاب في بدنه لكي يستطيع أن يعتمد على نفسه في الطعام لدخول الخلاء أكبر قدر ممكن المسألة فيها تدريب وفيها تعليم وفيها تأهيل كذلك قضية تعويضهم محاولة التعويض بأكبر قدر توفير آلات كراسي رافعات أثاث مناسب مثلا يوجد أجهزة خاصة حتى كمبيوترات خاصة لبعض المعاقين توفر لهم تيسير هذه الوسائل التي يستطيعون بها المشاركة والخدمة والإنتاج ترى الكمبيوتر هذا فيه يعني يستطيع المعاق أن يعمل فيه أشياء كثيرة جدا صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر